بأيديها الناعمة تتابع نجاح مشروعها فكان حلما وأصبح واقعا تتلمسه أقل من عامين منذ أن بدأت المهندسة وسام في مجال تصنيع أعلاف الدواج والبط ليلمع اسمها في مجال اختارته ليناسب الطبيعة البيئية في محافظتها جات لي الفكرة من أنا كنت بدور على مشروع صناعي لأن أنا سمعت أن الدولة بتقف جنب المشروع الصناعية ما بنواجهش مشاكل زي غيرها يعني بتسهيل بقى في الترخيص وفي التمويل وكلام من ده فعلا قررنا أن احنا نعمل مشروع صناعي كانت فكرة المشروع من حد ليه خبرة شوية في مجال الدواجي فكان هو والدي اقترح علي الفكرة وبدأنا أنا واخواتي نشتغل عليها احنا اربعة بالمناسبة شغالين في المصنع فدرسنا السوق كويس وعرفنا أن معظم المصانع اللي بتشتغل على نفس المنتج تقريبا 90% منها واجي بحري وأن احنا هنا واجه قبلي أكتر نستهلك للمادة دي فقررنا أن احنا نشتغل على المنتج ده فدرسنا السوق وعرفنا أن احنا لدينا مكان عرفنا نعمل عميل قبل حتى ما نفكر أن احنا نركب خط الانتاج والدنيا مشيت الحمد لله بدأت بخط انتاج واحد ينتج طنا واحدا في الساعة حتى وصلت إلى ساعة انتاجية خمسة طن بالساعة قصة نجاح حظت بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر بالفيوم لا يعطي اهتماما بجنسك أو عمرك فالفيصل هنا الفكرة الجهاز ما بيقفش دوره بصراحة عند تمويل العميل بالفلوس بس زي ما قلت لحضرتك هو بيعمل حاجات تانية خلص تانية غير الفلوس منها ان هم بدأوا يطوروا في ان يساعدوا العميل على تسويق المنتج يعني انا في منصة كده اسمها منصة المشروعات الصغيرة احنا سجلنا عليها بتجيب فرص تصدرية وبتجيب عملا كويسين وبيبقوا مضمونين لانهم جايين من ناحية جاية حكومية احنا نقدر نقمن على فلوسنا عندهم لان معظم اصلا شغلنا بيبقى جي في الصناعة دي شايفة ان الدولة فعلا بتقدم تسهيلات كويسة وشايفة انها عندها استعداد انها تساعد اي حد عايزي تساعد وتقف جنب اي حد عايزي عايز مساعدة يعني كل المؤسسات الحكمية اللي انا اشتغلت معاها سواء اذا كانت في ترخيص او اوراق رسمية فعلا كانت شغل معاهم كويس معدل الوقت والزمن عندهم تمام والجهاز كان دوره انه يعني كل الاوراق اللي انا كنت بطلعها كان هو بيشتغل معايا بالتزمن مع الوقت ده فكنا بنعرف نختصر وقت يعد هذا المشروع من المشروعات الصغيرة يقدم منتجا مصريا عالي الجودة خلق فرصة عمل للشباب بعدما كان ابناء الاقاليم يهربون من ضيق الحال هو المشروع ده مشروع يعني مصنع علاف ده مشروع بيحتاج عماله كتير فده بالتالي بيوفر لنا ان احنا بنشغل ناس من المناطق حولينا ناس كتير يعني بتيجي تشتغل معانا وبيوفر لهم فرص عمل ومقابل كويس جدا يعني وبيبقى زي وظيفة كده يعني مش بيبقى شغل يومية هو بيبقى موظف يعتبر نفسه موظف يعني قبل المصنع ده ما ينتفتح كنا بنسافر بره عشان نشتغل دلوقت لما المصنع ده تفتح محتاجين ان احنا نسافر بره بقى شغلنا في البلد دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسام في التصويق لمنتجها بمحافظات الوجه البحري والقبلي فخلال عام 2021 دعم الجهاز حوالي 4960 مشروعا صغيرا ومتوسطا بالفيوم فقط